موسيقى هناك وعلى أطلال ثليطلة وفي ظلال أعمدة القسطنطينية تبحر بنا الذاكرة فيغد الشعر ملاذا ويغد الحديث عن الماضي همنا وأنيسنا هناك في الماضي البعيد نستذكر تلك الحضارات والأمجاد والأشخاص الذين مجدوا أسماءهم ونقشوها على صفحات التاريخ لكنهم رحلوا وأصبحوا أثرا بعد عين فالكل زائل إلا الأثر باق ما بقي الدعو موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام عبر أثير البرنامج العام من إذاعة دولة الكويت وبرنامج أثر بعد عين الأسبوعي وأجمل تحيات نهديها لكم أيضاً عزاء المستمعين لنستمتع معاً مع الترفيه والمعلومات من خلال فقراتنا المتنوعة والنبدأ الآن مشوار رحلتنا طفل النجوم جمجمة حيرت العلماء منذ أقدم العصور هناك أسطورة تداولتها معظم الشعوب والأمم عن الغرباء القادمين من السماء مخلوقات فضائية صوروها بأشكال وهيئات وأسماء مختلفة فتارة هي رسل الآلهة وأخرى هي الملائكة التي تتردد ما بين السماء والأرض وغالباً لتنشر الخير والعدالة بين الناس وأحياناً قليلة لتدمر وتحرق مدناً كبيرة فلا تبقي منها شيئاً ولا تذر في عام 1930 وعن طريق الصدفة اكتشفت إحدى الفتيات جمجمة غريبة في شكلها وتكوينها لتصبح لغزاً محيراً اتخذه أنصار نظرية المخلوقات الفضائية كدليل على اتصال البشر مع القادمين من السماء لغز لازال مصدراً لكثير من اللغة والجدل العلمي حتى يومنا هذا عزيز المتابعة مثل معظم الاكتشافات لعبت الصدفة دوراً كبيراً في اكتشاف البقايا العظمية لطفل النجوم ستارت شايلد في عام 1930 استحب زوجان أمريكيان ابنتهما المراهقة لزيارة أقاربهم في إحدى بلدات المكسيك والواقع على بعد حوالي مئة ميل من العاصمة مكسيكو سيتي كانت تلك البلدة تقع في منطقة مليئة بالكهوف وأنفاق المناجم القديمة المهجورة والتي منع الزوجان ابنتهما من التقرب منها خوفاً عليها من أن تتعرض لحادث لكن وكعدة معظم المراهقين الذين تجذبهم المغامرة وحب الاستطلاع لم تستطع الفتاة منع نفسها من الولوج إلى داخل هذه الأنفاق وأخذت تتجول بينها لاكتشاف خباياها وفي نهاية أحد هذه الأنفاق القديمة كانت تنتظرها مفاجأة لم تكن تتوقعها كان هناك هكلان عظيمان يتمددان جنباً إلى جنب على أرضية النفق إحدهما لإنسان بالغ والأخرى لطفل صغير قامت الفتاة بإزاحة التراب عن الهيكلين ثم جمعت أجزاؤهم ونقلتهما معها إلى الولايات المتحدة ليبقيا معها حتى وفاتها في تسعينيات القرن المنصر حيث انتقلت ملكيتهما إلى أحد الأشخاص والذي أثار الهيكلين فضوله بشدة على الخصوص جمجمة الطفل الصغير التي كانت غريبة في شكلها وحجمها لذلك قام بعرض الهيكلين على بعض المختصين والذين بعد دراسة وافية لهم توصلوا إلى نتيجة محيرة بالنسبة لهيكل الإنسان البالغ فقد شخصوه على أنه هيكل يعود لامرأة في منتصف العشرينات من العمر أما الطفل الصغير فقد قدروا عمره بحوالي خمس سنوات بالنسبة لزمن موتهما فقد قدر بتسعمائة عام إلى هنا وكل شيء طبيعي ومتفق عليه إلا أن اختلاف الأراء يظهر عند فحص جمجمة الطفل الصغير حيث أن هناك ثلاث نظريات النظرية الأولى تقول إن الطفل كان مصابا بمرض عدى إلى تشوه الجمجمة مثل مرض الاستسقاء الدماغي أو مرض الشيخوخة المبكرة أو غيرها من أمراض التشوهات الولادية أما النظرية الثانية هي أن الطفل تعرض لعملية الصياغة العظام لتغيير شكلها عن طريق ربطها منذ الطفولة بطريقة تغير شكل وحجم الجمجمة وهي طريقة كانت معروفة في حضارات أمريكا الجنوبية وحضارات مصر الفرعونية خصوصا عند الكهنة وهناك نماذج عديدة عنها أما النظرية الثالثة عزيز المتابع ويدعمها أنصار المخلوقات الفضائية والذين يعتقدون أن الطفل الصغير هو هجين ناتج عن زواج أحد المخلوقات الفضائية من امرأة عرضية بالنسبة للنظرية الأولى بعض العلماء ممن فحصوا الجمجمة يستبعدون تشوها نتيجة لمرض معين وذلك بسبب أن شكلها وانسيابيتها تبدو طبيعية وليست نتيجة عارض معين أما بالنسبة للنظرية الثانية فكل النماذج القادمة من الحضارات القديمة تظهر أن إعادة صياغة شكل الجمجمة يكون في المنطقة الواقعة خلف الرأس لأن بالإمكان ربطها لفترات طويلة أما أعلى الرأس فليس من الممكن تشكيله وتضخيمه كما في حال جمجمة الطفل الصغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عزيز المتابع إن فشل النظريتان السابقتين في تفسير شكل جمجمة طفل النجوم شجع أصحاب النظرية الثالثة على الإصرار على صحتها وهم يستندون على أشياء أخرى غير طبيعية كشفتها الدراسات المختبرية لجمجمة طفل النجوم ومنها كعب من حجم الجوف الدماغي للإنسان البالغ الطبيعي وأكبر بـ 400 سنتيمتر مربع من حجم الجوف الدماغي لطفل طبيعي في نفس عمر طفل النجوم كذلك عزيز المتابع تجويف العينان بيضاوي الشكل وعمقه أقل بكثير منه لدى الإنسان الطبيعي كما أن عصب العين يتصل بالعين من الأسفل وليس من الخلف كما في الإنسان الطبيعي كذلك شكل الأذن يبدو طبيعيا لكن بالمسح الإشعاعي يظهر أن حجمها أكبر من الحجم الطبيعي كما أن عمقها أكثر من الطبيعي أيضا واكتشفوا أيضا أن الجمجمة لا تحتوي على جيوب جبهية في العظم الجبهي وأحدث فحص للجمجمة في عام 2004 اكتشف نوع غير معروف من الألياف في تركيبة عظام الجمجمة عزيز المتابع حسب نظرية التطور فإن الفرق بين حجم الدماغ لكل فصيلة بشرية تصل إلى 200 سنتيمتر مكعب بدءا من إنسان ألهمها بيليس وانتهاءا بإنسان أنياندريل تال والإنسان الحديث وهذا يضع العلماء أمام تساؤل ولغز كبير الطبقا لنظرية التطور فإن جمجمة طفل النجوم تعود إلى فصيلة غير معروفة وغير مكتشفة سابقا من فصائل الإنسان لسوء الحظ فإن الفتاة التي اكتشفت الهياكل العظمية عام 1930 قامت بتنظيفها وتعريضها للشمس مما أدى إلى تدمير الحمض النووي لها وبالتالي جعل من مهمة عمل فحص الـ DNA للهياكل صعبة وعسيرة لكن رغم ذلك فقد قام العلماء بعمل أربعة تحليل للحمض النووي كان آخرها عام 2004 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عزيز المتابعة لقد كشفت التحاليل على أن المرأة التي وجد هيكلها العظمي في النفق جنب هيكل طفل النجوم هي ليست أمه وأن والدة طفل النجوم الحقيقية هي امرأة من الهنود الحمر أما الوالد فلم يمكن تحديد فصيلته وهو ما ترك اللغز بلا حل هل يكون والد الطفل هو مخلوق فضائي حقا؟ ومن هي المرأة التي وجدت رفاتها مع طفل النجوم؟ لماذا اختبأ في هذا النفق المظلم والموحش بعيدا عن أعين الناس وكيف ماتها؟ ولماذا؟ إنها أسئلة محيرة ستبقى بدون جواب بانتظار أن يصل العلم يوما ما إلى ألية متطورة لجمع وتحليل وفحص الحمض النووي من الهياكل العظمية القديمة وطميط اللثام حول حقيقة وهوية جمجمة طفل النجوم موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة وباء قاتل ورعب قد يتكرر في أي لحظة موسيقى فيما كانت الجيوش المتحاربة مستمعين الكرام تقاتل بشراسة في قلب أوروبا أثناء الحرب العالمية الأولى كان هناك عدو خفي وقاتل يتربص بالبشرية عدو صغير إلى درجة أن العين المجردة لا تتمكن من رؤيته لكنه أشد ضراوة من جميع الأسلحة الحديثة التي اخترعها الإنسان سيغزو أجساد ثلث سكان الأرض ويسبب من الوفيات خلال عدة شهور ما لم تحصده الحرب خلال أربعة عوام إنه وباء الإنفلونزا عام 1918 والذي شحب الذكراه ومات أغلب من عصره فنسيه الناس وظنوا أن عصر الأوبئة قد انتهى إلى الأبد لكن عزيز المتابع ظهور سلالات جديدة من الفيروسات مثل أن فلونزا الطيور والخنازير عاد إلى الأذهان شبح ذلك الوباء المرعب وجعل الكثيرين يتساءلون حول إمكانية حدوثه مرة أخرى موسيقى 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 في خضم الحرب العالمية الأولى أريقت الكثير من الدماء واستخدمت أسلحة مدمرة جديدة لم يعرف العالم من قبل كالدبابات والغواصات والطائرات والأسلحة الكيميائية بالنسبة للكثيرين في أوروبا فإنهم لم يكونوا يتخيلون حدوث أمر أكثر سوءا من الحرب التي كانوا يحترقون في أتونها لكنهم كانوا مخطئين عزيز المتابع فما سيحدث بعد أذار مارس عام 1918 سيكون شيئا مختلفا عن كل ما رأوه سابقا وسيحصد من الأرواح البشرية أكثر مما فعلته الحرب بسنواتها الأربع المريعة لكن هذا الموت الداهم لن يأتي من ساحات المعارك المشتعلة في قلب أوروبا بل سيحلق طائرا عبر المحيط ليحل ضيفا ثقيلا على سكان القارة العجوز المنهكين من الحرب ترجمة نانسي قنقر لم يكن مرض الإنفلونزا شيئا جديدا فقد عرفه البشر منذ القدم ذكره أبو قراط الإغريقي ووصف أعراضه قبل 2500 عام وانتشر المرض عدة مرات كوباء كان أخرها هو وباء روسيا في عام 1889 والذي خلف أكثر من مليون ضحية حول العالم لكن على العموم لم يكن ينظر إلى الإنفلونزا على أنها مرض قاتل خاصة بالنسبة للشباب الأقوياء والأصحاء نعم عزيز المتابع فضحايا المرض كانوا في الغالب من ذوي المناعة الضعيفة من الأطفال الصغار وكبار السن لكن هذه النظرة المتفائلة نحو المرض ستتبدل بشكل كبير مع حلول صيف عام 1918 وحدوث الموجة الأولى لوباء الإنفلونزا المميت سيعرف لاحقا باسم الإنفلونزا الأسبانية رغم أن أسبانيا لم تكن هي بؤرة المرض لكن لأنها كانت على الحياة في الحرب لذلك بقيت صحفتها حرة على عكس الدول المتحاربة التي وضعت قيودا صارمة على الصحافة خاصة فيما يتعلق بالخسائر وحجم الضحايا ونتيجة لذلك فإن أخبار المرض التي كانت تتنقلها الصحافة العالمية كانت تأتي في أغلبها من إسبانيا مما جعل الكثيرين يظنون بأن مصدر المرض هو إسبانيا كما في بقية أنواع الأوبئة فإنه يصعب تحديد البؤرة الأولى لانتشار المرض فالبحثون يضعون عدة مناطق محتملة لحدوث الإصابة الأولى مثل الصين والولايات المتحدة والنمسا إلا أن المرض تفشى لأول مرة على نطاق واسع في معسكر للجيش الأمريكي في ولاية كانسس وبعدها ظهرت إصابات جديدة في عدة ولايات أمريكية أخرى قبل أن ينتقل المرض عبر الأطلسي مع الجنود الأمريكيين والمتوجهين إلى جبهات القتال في أوروبا ومن هناك انتشر بسرعة بفضل تطور وسائل النقل ووسائة النقل وحركة الجيوش المتحاربة ليحصد أرواح ضحياه في جميع أنحاء المعمورة ترجمة نانسي قنقر الوباء تفشى على شكل موجات الموجة الأولى حدثت في مارس من عام 1918 وكانت شدة المرض فيها معتدلة وتشبه في أعراضها إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا الموسمية العادية فكانت ضحياها في الغالب هم من الأطفال وكبار السن فيما استرد الشباب والرجال الأصحاء عفيتهم وشوفوا من المرض بسرعة لكن مع حلول شهر أغسطس من نفس العام حدثت الموجة الثانية التي تغير المرض خلالها بطريقة دراماتيكية لقد كان نفس الفيروس عزيز المتابع بدليل أن المرضى الذين سبق أن أصيبوا به في الشهور السابقة تكونت لديهم منع ضده إلا أنه تحول إلى مرض مميت وشديد الفتك بضحاياه وأصبح الشباب والرجال الأصحاء منهم هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والموت بسببه على عكس الإنفلونزا العادية والتي تصيب عادة ذوي المناعة الضعيفة كما أن عراض المرض ومضاعفاته تغيرت بشكل ملفت للنظر فقد كتب أحد من عصروا تلك الفترة قائلا إحدى مضاعفات المرض الغريبة هي النزيف من الأغشية المخاطية للجسم على الخصوص من الأنف والمعدة والأمعاء كذلك حدوث نصف من الأذن النسبة الأكبر من الوفيات كانت تحدث بسبب حدوث مضاعفات تؤدي إلى إصابة المريض بذات الرئة فتمتلئ رئته بالسوائل والدم وتصبح عملية التنفس الصعبة ويموت المريض اختناقا لقد كان المرض فتاكا عزيز المتابع إلى درجة أن بعض المرضى كانوا يموتون في نفس اليوم التي تظهر عليهم عراضه وقد شعت الكثير من القصص حول أناس ظهرت عليهم عراض المرض في الصباح فماتوا ودوفنوا في المساء أو آخرين سقطوا أرضا أثناء توجههم للعمل وماتوا بعد عدة ساعات إحدى القصص الشائعة آنذاك كانت عن أربع نسوة شهدنا قبل منتصف الليل وهنا يضحكنا ويلعبنا الورق لكن عند بزوغ الفجر ثلاثة منهن كنا قد فارقنا الحياة بسبب المرض ساهمت هذه القصص عن طبيعة المرض الفتاكة في إشاعة جو من الرعب فأصبح الناس يبتعدون عن الأماكن المزدحمة وأخذت بعض المتاجر تمنع زبائنها من الدخول إليها وتطلب منهم كتابة ورقة بطلباتهم وتركها أمام باب المتجر تعطلت البدارس وأغلقت بعض المصانع والأسواق أبوابها واكتذت المستشفيات بالمرضى فيما انخفضت أعداد الأطباء والممرضات للعناية بهم لقد كانت هناك عوائل كاملة فارقة الحياة أو مات عدد كبير من أفرادها وتيتم الكثير من الأطفال وأصبحت جنازة الميت لا تستغرق في أحسن الأحوال سوى ربع ساعة ولا يحضرها سوى بعض ذوي المتوفي وهناك الكثير من الموتى كانوا يبقون بدون دفن لأن رجال الدين وحفار القبور كانوا مرضى أو موتى أما في جبهات القتال فإن ضحايا المرض من الجنود كانوا يموتون بالجملة ويدفنون في مقابر جماعية كان الوباء قاتلا ومذمرا إلى درجة أن بعض المؤرخين يعتقدون أن المرض أثر في مسار ونتيجة الحرب فحسب هؤلاء فإن الأضرار التي لحقت بالألمان والنمساويين نتيجة المرض كانت أكبر من تلك التي أصابت الحلفاء وأن الكثير من الجنود الذين اعتبروا قتل نتيجة المعارك لم يكونوا ضحايا الأسلحة الحربية ولكن قضوا بسبب المرض حسب الأحصائيات عزيز المتابع فإن ثلث سكان الأرض أصيبوا بالمرض أي حوالي خمسمائة مليون إنسان وذلك حسب تقديرات عام الف وتسعمائة وثمانية عشر وأن عشر إلى خمسة وعشرين بالمئة من هؤلاء المصابين فارقوا الحياة أي بين خمسين إلى مئة مليون إنسان وهو ما يعادل من ثلاثة إلى ستة بالمئة من سكان الأرض آنذاك ونسبة المتوفين نتيجة المرض قياسا إلى عدد المصابين به هي من أثنين إلى عشرين بالمئة في حين أن هذه النسبة تبلغ من واحد إلى صفر بالمئة في الإنفلونزة العادية النسبة الأكبر من الوفيات عزيز المتابع حدثت في الأعمار ما بين خمسة عشر إلى ستة وخمسين عاما بينما تكون نسبة الوفيات عالية نتيجة الألف الونزة الموسمية العادية بين الأطفال وكبار السن لضعف منعتهم الوباء انتشر في كل العالم وخلف الضحايا في جميع البلدان حتى الجزر النائية في المحيط الهادئ لم تسلم من ويلاته في الولايات المتحدة بلغ عدد المصابين ثمانية وعشرين بالمئة من مجموع السكان وعدد الموتة ستمائة وخمسة وسبعين ألفا في الهند وصل عدد الموتة إلى سبعة عشر مليون إنسان وفي بريطانيا إلى مائتين وخمسين ألفا وفي فرنسا إلى أربعمائة ألف وفي أستراليا إلى اثنين عشر ألفا أما في اليابان فقد بلغ ثلاثمائة وتسعين ألفا هناك قرى في ألاسكا ونيوزيلندا ومناطق أخرى من العالم بلغ عدد الموتة فيها من ثمانين إلى تسعين بالمئة من عدد السكان ويرجع الكثيرون عزيز المتابع هذا التفشي المروع للوباء وباء الألفوانزة وقت ذاك إلى عودة الجنود إلى أوطانهم من جبهات القتال في أوروبا حاملين معهم الفيروس إضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الطبية الصحية والصحيحة وأهمها الحجو الصحي للمسافرين والمشكوك في إصابتهم بهذا المرض مع بداية عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر بدأ الوباء ينحسر ويختفي على نحو سريع البعض عز ذلك إلى تزايد الخبرة الطبية للتعامل مع المرض واتخاذ إجراءات احترازية في معظم الدول ضد انتشاره فيما يرى البعض الآخر بأن السبب الحقيقي وراء نهاية الوباء يكمن في فيروس الإنفلوانزة حيث أنه يفقد قوته وصفاته المميتة بالتدريج خلال انتقاله عبر عدة أجسام مضيفة رغم الخسائر الثقيلة التي ألحقها وباء الألفوانزة بالبشرية إلا أن الناس سرعان ما نسوا الوباء وربما كان لنهاية الحرب وبدء زمن سلم جديد دور كبير في ذلك فجأة ضاعت ذكرى المرض بعد أن كانت أخباره تطغى على كل شيء حتى أن بعض الباحثين أطلقوا عليه اسم الوباء المنسي لكن مع عودة ظهور فيروس إنفلوانزة الطيور وإنفلوانزة الخنازير في تسعينات القرن المنصرم عاد شابح وباء عام 1918 ليخيم على البشرية مرة أخرى وأخذت الصحف والمواقع الإلكترونية تكتبوا عنه وبدأ الناس يعون مدى خطورة فيروسات الإنفلوانزة وحجم الموت والدمار الذي يمكن أن تنشره في حال تفشت كوباء كما أن المختبرات عزيز المتابع ومراكز الأبحاث الطبية حول العالم بدأت في دراسة وباء عام 1918 وذلك لمحاولة معرفة نوع الفيروس الذي تسبب بالمرض وكيف نشأ وكيفية انتقاله إلى جسم الإنسان وأشكال العدوى وأثر الفيروس على الجسم وبالفعل تمكن العلماء من إعادة تخليق الفيروس عن طريق عينات حصلوا عليها من جثة امرأة من الإسكيمو قطت نحبها في وباء 1918 ودفنت في ثلوجي ألاسكا وقد قام الأطباء في عام 2007 بتعريض بعض القردة للفيروس في أحد المختبرات الكندية نتيجة الاختبار كانت مخيفة وبشعة لقد بدأت عرض المرض بالظهور خلال 24 ساعة من تعريض القرد للفيروس وسرعان ما فارق الحياة بعد عدة أيام لقد كانت تدمير الذي حدث لأنسجة الرئة كبيرا إلى درجة أن القرود اختنقت وماتت نتيجة غارق رئتها بالدماء وهي نفس الأسباب التي ذكرها المؤرخون عزيز المتابع عن أعراض مضاعفات مرض الألف الونزة لعام 1918 كما أن التجربة فسرت للأطباء السبب في أن أغلب ضحايا المرض هم من أصحاب المناعة القوية وهو لغز كان يحيرهم لعقود لقد أظهرت التجربة أيضا بأن الدمار الذي كان يلحق بأنسجة الجسم لم يكن سببه الحقيقي هو فيروس المرض بل هو نتيجة لحالة من الخلل تحدث في إفراز البروتينات المنظمة لعمل جهاز المناعة وذلك يؤدي إلى تحفيزه بشكل مفرط بحيث يكون رد فعله سببا في تدمير خلايا وأنسجة الجسم ولهذا السبب كلما كان جهاز المناعة أقوى كلما كان تأثير المرض والفيروس أقوى وأكثر تدميرا موسيقى 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 ورغم الغاية السامية لهذه الاختبارات العلمية إلا أن هناك بعض المعترضين عليها بسبب الخوف من أن يؤدي تسرب بعض الفيروسات التي تم إعادة إحيائها إلى وباء وكارثة عالمية جديدة موسيقى اشتركوا في القناة من قصص الفراسة والذكاء في التاريخ العربي عزيز المستمع من قصص التراث العربي والتي اصبحت اثرا بعد عين لكنها تذكر حتى ايام هذه وذلك للاستفادة مما تحمله في صفحاتها من عبر وذكر لذكاء ودهاء اولئك الذين سطروا التاريخ العربي بمداد الفراسة والفطنة اليكم هذه القصة عزيز المتابع تقول القصة لما حضرت اباهم نزار الوفاة دعا ابنائه ليوصيهم فدعا ايادا وعنده جارية شمطاء التي خلط بياض رأسها سواده وقال هذه الجارية شمطاء وما اشباها لك ودعا انمارا وهو في مجلس له وقال هذه البدرة والمجلس وما اشباه هما لك ودعا ربيعة وعطاه حبالا سودا من شعر وقال هذه وما اشباها لك وعطى مضر قبة حمراء وقال هذه وما اشباها لك ثم قال وان اشكل عليكم شيء فأتوا الافعى ابن الافعى الجرهمي وكان ملك نجران في ذلك الوقت فلما مات نزار ركبوا رواحي لهم قاصدين الافعى تنفيذا لوصية والدهم فلما كانوا من نجران على مسافة يوم اذا هم باثر بعير فقال اياد انه اعور يرى بعين واحدة وقال انمار انه ابتر اي مقطوع الذيل وقال ربيعة وانه لا اسور اي عارج ماء للجسم بينما قال مضر انه لشارد لا يستقر اي هارب هائم على وجهه فلم يلبثوا حتى جاءهم راكب فلما وصلهم قال هل رأيتم بعيرا ضال فوصفوه له كما تقدم اعور وعبتر وازور وشارد فقال الراكب ان هذه لصفته عينا فاين بعيري قالوا ما رأيناه فقال انتم اصحاب بعيري وما اخطأتم من نعته شيئا فاكملوا طريقهم ليحتكموا الى رأي الملك فلما اناخوا بباب الافعى واستأذنوه واذن لهم صاح الرجل بالباب فدعا به الافعى وقال له ما تقول يا هذا قال ايها الملك ذهب هؤلاء ببعيري فسألهم الافعى عن شأنه فاخبروه فقال لاياد ما يذيك انه اعور قال رأيته قد لحس الكلأ من شق والشق الاخر واثر يأكل العشب من ناحية دون الاخرى وقال انمار رأيته يرمي بعره مجتمعا ولو كان اهلب لمصع به فعلمت انه ابتر اي يخرج الروث متجمعا وليس متفرقا يمينا ويسارا وقال ربيع اثر احدى يديه ثابت اما الاخر فاسد فعلمت انه ازور وقال مضر رأيته يرى عشقة من الارض ثم يتعداها فيمر بالكلأ الغض فلا ينهش منه شيئا فعلمت انه شرود فقال الافعى صدقتم وليسوا باصحابك فلتمس بعيرك يا رجل ثم سألهم الافعى عنس بهم فاخبروه فرحب بهم وحياهم ثم قصوا عليه قصة ابيهم فقال لهم كيف تحتاجون الي وانتم على ما ارى قالوا امرنا بذلك ابونا فامر خادم دار ضيافته ان يحسن ضيافتهم ويكثر مثواهم وما امر وصيفا له ان يلتزمهم ويحفظ كلامهم فاتاهم القهرمان بشهد فاكلوه فقالوا ما رأينا شهدا اطيب ولا اعذب منه فقال اياد صدقتم لولا ان نحله في هامة جبار ثم جاءهم بشاة مشوية فأكلوها ايضا واستطابوها فقال انمار صدقتم لولا انها غذيت بلبن كلبا ثم جاءهم بالشراب فاستحسنوه فقال ربيعة لولا ان كرمته نبتت على قبر ثم قالوا ما رأينا منزلا اكرم قيرا ولا اخصب رحلا من هذا الملك فقال مضر صدقتم لولا انه لغير ابيه فذهب الغلام الى الافعى فاخبره بكل ما سمع مما دار بين الاخوة فدخل الافعى على امه فقال اقسمت عليك الا ان تخبرينني من ابي قالت انت الافعى ابن الملك الاكبر قال حقا يا امي اصدقتيني فلما الح عليها قالت اي بني ان الافعى كان شيخا قد اثقل فخشيت ان يخرج هذا الامر عن اهل هذا البيت وكان عندنا شاب من ابناء الملوك اجتملت عليك منه ثم بعث الى القهرمان فقال اخبرني عن الشهد الذي قدمته الى هؤلاء النفر ما خطبه قال طلبت من صاحب المزرعة ان يأتيني باطيب عسل عنده فدار جميع المناحل فلم يجد اطيب من هذا العسل الا ان النحلة وضعه في جمجمة في كهف فوجدته لم يرى مثله قط فقدمته لهم فقال وما هذه الشهة فقال اني بعثت الى الرعي بان يأتيني باسمن شهة عنده فبعث بها وسألته عنها فقال انها اول ما ولدت من غنمي فماتت امها وانست بجراء الكلبة ترضع معهم فلم اجد في غنمي مثلها فبعثت بها ثم بعث الى صاحب الشراب وسأله عنه فقال هي كرمة غرستها على قبر ابيك فليس في بلاد العرب مثل شرابها فعجب الافعى من القوم كيف عرفوا كل هذا ثم احضرهم وسألهم عن وصية ابيهم فقال اياد جعل لي خادمة شمطاء وما اشبهها فقال الافعى انه ترك غنما برشاء عليها بعض بقع بيضاء تخالط لونها فهي لك ورعاؤها من الخدم وقال انمار جعل الي بدرة ومجلسه وما اشبهها فقال لك ما ردك من الرقة والارض وقال ربيع جعل لي حبالا سودا وما اشبهها فقال ترك ابوك خيلا دهما وسلاحا فهي لك وما معها من مواليا فقالت العرب بعد ذلك ربيعة الفرس وقال اخوهم مضر جعل لي قبة حمراء وما اشبهها قال ان اباك ترك ابلا حمراء فهي لك فقالت العرب بعد ذلك مضر الحمراء واعطائم وبعد ذلك اعطاهم مالهم الافعى واكرمهم ثم رحلوا عنهم مستمعين الكرام في العادة تكون الغابة ساكنة وهدئة ليلا لا يسمع فيها سوى اصوات بعض الحيوانات والهوام الصغيرة لكن احيانا في بعض ليالي السبت تدب الحياة فجأة في بقعة نائية ومنعزلة من الغابة فترتفع وسط اشجار السنديان العملاقة همهمة مشحونة باللذة والنشوة مصدرها اجساد عارية لنسوة يرقصن ويتموجن في حلقة دائرية يقبع في وسطها الشيطان ببشرته الداكنة وسحنته البشعة وقد ارتسمت على وجهه علامات السعادة وانفرجت شفتيه عن ضحكة مجنونة ارتجت لها اركان الغابة ولمعلوماتك عزيز المتابع في القرون الوسطى احرق مائة الف انسان في اوروبا بتهمة ممارسة السحر منذ العصور السحيقة في القدم وكان للسحر والمعتقدات المرتبطة به اثرا بارزا في حياة الانسان وفي فهمه وتفسيره لما يجري من حوله ولقد لعبت الديانات الوثنية القديمة دورا كبيرا في تعزيز ايمان الانسان بالغيبيات فصار الناس في المجتمع البدائي يعزون الظواهر التي يعجزون عن تفسيرها الى السحر والخوارق وبمرور الزمان وبتحول الانسان من البداوة الى الحضارة ظهرت في معابد الالهة الوثنية القديمة طبقة متنفذة من الكهنة والكاهنات كانت الممارسات السحرية جزءا مهما من منظومتهم العقائدية وظهرت ايضا مجموعات من النساء الجميلات التي اعتكفن في المعابد وكرسن انفسهن لخدمة الالهة فكانت وظيفتهن الرئيسة تتمثل في الغناء والرقص اثناء ممارسة الطقوس والشعائر الدينية عزيز المتابع في اوروبا القديمة مرست الاقوام والقبائل المختلفة طقوسها الوثنية في الهواء الطلق ولقرون طويلة كانت الغابات والمناطق النائية والمنعزلة مثل ستونغ هينج في انجلترا كانت مسرحا لهذه الاحتفالات المكرسة للالهة القديمة لكن تبني الامبراطورية الرومانية لديانة المسيحية في القرن الرابع للميلاد وما تلاه من انتشارها في مختلف اجزاء اوروبا خلال القرون اللاحقة كل ذلك ادى الى انحصار وتراجع الديانة الوثنية ثم اندثارها بشكل كامل مع بدء الحملات الصليبية خلال القرن الثاني عشر الا ان بعض المعتقدات المرتبطة بالوثنية استمرت في تأثيرها على سكان اوروبا وتحولت الى فلكلور حافل بقصص السحر والابطال الخرافيين احدى المعتقدات الخرافية التي شاعت في اوروبا في القرون الوسطى هي ما يسمى بسبت الساحرات والتي ترتبط جذرها بالطقوس الوثنية القديمة التي كانت تمارس في اوروبا قبل تحولها الى المسيحية اذ اعتقد الناس بان الساحرات يجتمعن في بعض ليالي السبت في اماكن نائية ومنعزلة كالغبات والجبال من اجل ممارسة شعائر والطقوس تكرس لتبجير الشيطان وخدمته وكانت هؤلاء الساحرات فتيات شابات جميلات يمتلكن القدرة على الطيران عن طريق امتطائهن لمخلوقات سحرية كالجن والعفاريت او يحلقن بواسطة مكانسهن القشية وكنا يستعمن هذه القدرة للانتقال الى الاماكن البعيدة والنائية التي تقام فيها شعائر السبت وبعد ان يقمنا بالتحليق بمكانسهن القشية يقمنا ايضا بسحق الصليب تحت اقدامهن ثم يعمدنا انفسهن من جديد للأسف باسم الشيطان ويقمنا بتصرفات غير اخلاقية ويبدأنا بالرقص حول حلقة يشاركهن في ذلك الجن والعفاريت الذين كانوا يتقمصون اشكالا بشرية وحيوانية واحيانا يتقمصون اجسادا للساحرات انفسهن وتستمر هذه الحفلات الشيطانية من منتصف الليل وحتى مطلع الفجر تتخللها انواع العربدة والمجون وخلال هذه الطقوس تقوم الشياطين بتعليم الفتيات على التعويذ السحرية والقاء اللعنات الشريرة كما تقام مأدبة كبيرة تتضمن شرب كميات كبيرة من الخمور والتضحية بالبشر من اجل التهام لحومهم خصوصا الاطفال الصغار الذين كانت دماؤهم وشحومهم تستخدم للحصول على قدرات سحرية خارقة كالتحليق في الهواء طبعا عزيز المتابع جميع المعتقدات والاساطير التي تدور حول سبت الساحرات مأخوذة في الحقيقة من كتب مؤرخي العصور الوسطى وقد اعتمد هؤلاء في مصادرهم على اعترافات الفتيات والنساء المسكينات اللواتي كنا يعدبن ببشاعة ليعترفن بأنهن ساحرات كانت هؤلاء النسوة يتعرضن للضرب ويمنعن من النوم ويجلدن ويوضع اللجام على أفوههن لمنعهن من الكلام أو التأوه وتعرأت سادهن للبحث عن علامة الشيطان هناك أيضا طرق وأساليب عزيز المتابع للتعذيب فما ذكرناه ما هو إلا غيض من فيض وقد تكون أبشعها وأكثرها وحشية هي تعذيب أطفال وعائلات المتهمات أمام عيناهن تخيلوا حتى يجبرنا على الاعتراف وكما نعلم فإن احتمال الناس للألم يختلف من شخص لآخر فهناك أشخاص ممكن أن يتحملوا العذاب بصلابة حتى الموت وهناك آخرون مستعدون للاعتراف بأي شيء يملأ عليهم من أول صفعة يتلقونها اشتركوا في القناة أغنية مميتة تقتل سامعيها عزيز المتابع ليس من الغريب أن يستمع المرء لأغنية فيشعر بحزن عميق ويغرق في بحر من الكآبة إلى درجة أن تنهمر دموعه بلا استئذان فلعلها أيقضت في نفسه ذكرى جميلة لن تتكرر أو عاطفة مدفونة في مكان ما من تلابيب القلب لكن أن تكون الأغنية كئيبة وحزينة إلى درجة أن تؤدي بمستمعيها إلى الموت فذلك هو الغريب حقا في ثلاثينات القرن الماضي لم تكن أوروبا مكانا جميلا ومسادما كما هي اليوم كان هناك كساد كبير وكانت الأحزاب الفاشية المتطرفة تستميل إلى صفوفها المزيد والمزيد من الناس الجائعين والعاطلين والناقمين على الأوضاع الاقتصادية والسياسية ولم تكن المجر بمنأة عن تلك الأوضاع كانت البلاد تئن من وطأة الفقر الرجال والشباب مقدسون في الشوارع يتوسلون أي فرصة عمل تعود عليهم بما يسد رمقهم ورمق عائلاتهم ذلك الجو الكئيب المشحون بالبؤس كان يدفع الناس إلى تصرفات وأفعال وآراء متطرفة كالسرق والنهم والعنف والأفكار الفاشية والانتحار أيضا كان لدى المجر واحد من أعلى معدلات الانتحار في القارة الأوروبية العجوز لذا لم تهتم الشرطة كثيرا عندما تم استدعاؤها لمعاينة جوتة إسكافي وهو جوزيف كالر فلقد مات منتحرا مثل كثير غيره شنق نفسه داخل حجرته الحقيرة الواقعة داخل منزل متهالك في أحد أزقة بودابست المظلمة من كان سيهتم لرجل مثله؟ إسكافي بالعقد الخامس من العمر أعزب ومريض ومفلس كان رجلا للنسيان المحقق كالناكا زار حجرة الإسكافي كإجراء الروتيني ألقى نظرة سريعة على تلك الصغيرة الموحشة ذات الرائحة الكريهة تسأل مع نفسه قائلا كيف تحمل ذلك الإسكافي العيش هنا؟ كان حقا عليه أن ينتحر منذ سنوات في الحقيقة لم يكن هناك ما يسارع الانتباه في تلك الحجرة كانت تخلو من الأثاث باستثناء سرير تعلو أغطية بهة لونها وتكدر وإلى جوار السرير هناك منضضة خشبية قديمة كانت تقبع فوقها ورقة مطوية المحقق أخرج منديلا من جيبه والتقط الورقة وفتحها لم يكن بداخلها سوى كلمتين الأحد القاتم وكانت تشير إلى عنوان أغنية لمضرب هنغاري يدعى بول كالمر كانت أغنية كئبة جدا لم يتعجب المحقق لكونها كانت آخر ما خطته أنامل الإسكافي المنتحر لكن ما حسبه المحقق عزيز المتابع للوالة الأولى أمرا ليس ذبال لم يكن كذلك فعلا فبعد عدة أيام تم استدعاؤه مجددا لمعاينة جثة فتاة تدعى مهري في السابعة عشر من عمرها ماتت منتحرة بجرعة سم قاتل بجوار جثتها الفاردة على السرير كان هناك دفتر مذكرات منثور الصفحات مرة أخرى أخرج المحقق من ديله رفع الدفتر برفق قلب صفحاته بسرعة وبدون اهتمام لكن عندما وصل إلى الصفحة الأخيرة تغيرت معالم وجهه لشدة استغرابه كانت آخر عبارة خطتها الفتاة في ذلك الدفتر قبل موتها هي الأحد القاتم ما القضية؟ تساءل المحقق مع نفسه؟ ما قصت هؤلاء المنتحرين مع هذه الأغنية بالذات؟ الأيام التالية حملت للمحقق كارل المزيد من المفاجآت اذ تتالت البلاغات عن أشخاص آخرين استمعوا لأغنية الأحد القاتم مباشرة قبل انتحارهم بعضهم فجر رأسه برصاصة آخرون رموا أنفسهم في مياه الدانوب الباردة فغرقوا وقام بعضهم بقطع شرائينهم في الحمام كانت هناك قصة غريبة عن رجل كان يجلس في حانة طلب من الساقي أن يشغل له استوانة استوانة الأحد القاتم وما أن انتهت الأغنية حتى خرج من الحانة ورمى نفسه تحت إطارات أوله سيارة المرة وهناك قصة أشد غرابة عن صبي كان يقود درجته بالقرب من ضفاف النهر عندما سمع متسولا يدندن أغنية الأحد القاتم يقال بأن الصبي نزل عن درجته وأخرج كل ما في جيبه من نقود وحلوى وأعطاها للمتسول ثم ركض صوب الجسر القريب وتسلق حفته ورمى بنفسه إلى المياه الباردة من دون أن يتردد ليمو تغرقا هذه الحوادث الغريب عزيز المتابع كانت أبعد من أن تكون مجرد صدفة كان هناك خطب ما في هذه الأغنية لذا أصبحت بين ليلة وضحاها حديث الصحافة في بودابست ونالت شهرة واسعة لدرجة أن الشرطة التمست من الحكومة إصدار قانون يمنع بث وتداول هذه الأغنية أغنية الأحد القاتم لكن الحكومة رأت بأن حضر الأغنية قد يؤدي لنتائج عكسية فيزيد من شعبيتها ولم يطل الوقت حتى بدأت الأغنية تحصد أرواحا خارج المجر ترجمة نانسي قنقر